فعن هذا التقدم مشاهدين ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد الدكتور حسين علاوي خبير عسكري واستراتيجي دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا تحرير عكاشات الذي جاء في وقت قياسي بحسب مراقبين هل هو دليل برأيك على قوة القوات الأمنية العراقية في القتال أمام داعش ومهارتها أم هو ضعف إمكانات داعش وتصدع صفوفة خلال سلسلة خسارة الأخيرة سواء كانت في سوريا أم في العراق مساء الخير عليكم مساء الخير على المشاهدين الكرام طبعا هو يتحمل الافتراضين هناك قوة كبيرة لدى الآن العمليات المشتركة تستخدم في مسارح العمليات المتعددة وهناك عزم كبير وروح معنوية عالية إضافة لقدرة الحشود العشائرية في المشاركة والاندماج مع القوات العسكرية العراقية وقوات الحجد الشعبي وبالتالي المشاركة بمشاركة فعالة لتحرير أراضيهم ومن ثم مسكها والمشاركة في الشرطة المحلية إضافة إلى قوات الجيش العراقي وكذلك مشاركة التحالف الدولي وبالإضافة إلى مشاركة قوات حرس الحدود التي شاركت لأول مرة بشكل فعال ومثير حقيقة ويعطي أمل للنجاح في مسك الحدود إضافة إلى ضعف القدرة لدى كيان داعش الإرهابية هذا الكيان الذي بدأ يتوارى ويهرب أمام القوات النظامية وبالتالي هذا الهروب يعطي إشارة إلى أن ما ينشر الآن ومنشوراته الإعلامية التي يثير بها أنه موجود يريد أن يعطي صورة أن البلان بي أو الخطة باءة هي التي ستكون هي حرب العصابات والذواء ما بين الجمهور المحلي تارة واستخدام الصحراء والأراضي المفتوحة لكي تكون مسرح العمليات الجديد وهو ما نقبل عليه خلال المرحلة المقبلة دكتور بحسب المراقبين ستكون معركة قضائي روى والقائم معركة صعبة إلى أي حد يمكن أن تكون صعبة مقارنة بمعركة الموصل وهل ستخدم المساحات المفتوحة جغرافية المنطقة الصحراوية في غرب العراق ستخدم القوات الأمنية العراقية وأيضا عدد السكان الأقل مقارنة بالموصل يعني أكيد لا يمكن مقارنة معركة الموصل مع كل مسارح العمليات التي بقيت معركة القائم لن تكون في تلك الصعوبة التي نتوقعها وحتى عان وراء وهذه مناطق مفتوحة وجغرافية معلومة وعدد المنازل والمناطق المبنية فيها معلومة وبالتالي كل المخاطر قد تحسبت إليها القوات المشتركة العراقية وكذلك دعم التحالف الدولي بطائرات المسح الحراري التي الآن أصبحت تقدم الجرود الكاملة عن حركة التنظيم وقدراته في الأرض وكذلك عدد العبوات الناسفة التي يقوم بزراعتها وعدد التناكر التي يقوم بتفخيخها وكل قدراته بدأت أو أصبحت معلومة وبالتالي لا يبقى له إلا المناخ الذي قد يكون عامل مساعد للعملية العسكرية أو عامل معيق للعملية العسكرية بينما عندما نقارنها في الموصل كانت هناك صعوبات في مقدمتها مثلما ذكرت حضرتك هي الجغرافية الحضارية والمناطق المبنية الضيقة جدا والتي كانت تعيق تقدم القوات العراقية لكن في هذه المناطق هناك سيطرة تامة للقوات البرية وعندما تنطلق المعارك لكن يبقى التحدي الأساسي طبعا هو عامل المدنيين فقط وهذا التحدي الأساسي الذي سيكون هؤلاء هم دروع بشرية يستخدمون داعش في حركة أمام القوات العراقية نعم دكتور إذن في ظل ما ذكرت حضرتك ما بعد مرحلة راوى والقائم لا يمكن القول أن المعارك ستتجه إلى التصعيد وإنما العكس أكيد المعارك المقبلة ستكون معارك نهاية إلى الوجود العسكري في المناطق المبنية لكن هل كيان داعش الإرهابي سيخرج من المناطق الصحراوية والمناطق المفتوحة؟ لا هو سيبقى هناك يناور الذي قدرة حقيقة على المناورة لكن تبقى هنا الاستحضارات كلما تقدمت قدرات العراق في مجال القتال في المناطق المفتوحة والمناطق الصحراوية وامتلاك الطائرات وامتلاك البرامج الكترونية المتقدمة للمراقبة والسيطرة وكذلك استخدام الطائرات المسيرة لعملية المراقبة وضرب بعض الأهداف المتحركة هذا ما سيقلل من قدرة التنظيم في العراق والنهايات قد تكون سهلة جدا في هذه المناطق وامتلكنا هذه العوامل لكي نقضي عليه شكرا جزيلا لك حدثنا من العاصمة العراقية بغداد الدكتور حسين علاوي خبير عسكري واستراتيجي ترجمة نانسي قنقر